منذ أن قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوثاق المرفوضة فائز السراج ووزير خارجياته محمد سيالة تعيينه قائما بالعمال ثم سفيرا بسفارة ليبيا لدى جمهورية الشادة لم يتوقف المرشح لأذى المنصب صلاح بورقيقة على المراسلة واستجداء الشاتيين لقبول ترشيحه بعد أن توجه إلى أنجامينة التي قبلت ترشيحه مبدئيا ومن ثم رفضته وطلبته بمغادرة أراضيها لأسباب غير معلومة في سابقة قد تعد هي الأولى على صعيد العلاقات بين بلدين وقد ترتقي إلى مستوى الفضيحة مجموعة من الوثائق والمرسلات لمرشح السراج ووزيره سيالة تكشف من جهة عن المستوى الذي وصلت إليه الدبلوماسية ليبيا وصورة البلاد بشكل عام من جهة أخرى في أمر يتعلق بدولة جهرة لطالما كانت تعتبر جهرتها الشمالية ليبيا شقيقة كبرى لا يرد لها طلب وليس بخاف على أحد أن الرئيس تشاديد ريسدبي كان قد عين شقيقه داسو في ذات زمن سفيرا لأنجمين لدى طرابلس كدلالة على عمق علاقته بجهرته وبعد كل هذه الوثائق والمرسلات التي يرقى بعضها إلى درجة أنها قد تصنف كرسائل مهانة واستعطاف لا لشيء إلا لنيل مقعد سفارة تسبب في إهانة دولة ولكن أيضا لم يتضح سبب رفض تشادي لترشيح أبوركيغا بعد موافقتهم مسبقا ورفضه لاحقا وقد تكون لاجته في رسالته الأولى إلى الرئيس دبي التي أعلن فيها في أولى مرسلة بينهما عن نيته منح الموظفين تشاديين رواتب مضاعفة ومكافآت مالية هي السبب الذي أغضب تشاديين ورئيسهم دبي أعوذ برغة في ليبيا الحداثة بانغازي